موسيقى يا مساء الخير والجمال على كل الناس اللي بيشوفونا في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة من بيت عز بنتقابل كل يوم جمعة الساعة 4 على شاشة قناة هي في فقرات ومواضيع وضيوف مختلفين ودايما مميزين مفيش حد بيحاول وبيجيب صفر دي جملة حقيقية جدا طول ما احنا عايشين في حياتنا هنحاول ونجرب ونتعلم مش شرط اننا نوصل لهدفنا بسهولة او نحقق اللي احنا عايزينه بس اكيد مع كل تجربة بندخلها بنتعلم حاجة جديدة وبنستفيد وده المهم اننا نتعلم دايما من التجرب اللي احنا بندخلها وفي حلقتنا النهاردة عندنا مواضيع كتير اغلبها قايم على فكرة التجارب هنتكلم على حاجة مهمة جدا لكل البنات والستات ازاي تقدر يتزودي دخلك من غير ما تنزلي من البيت وعلشان احنا بنتكلم عن البيت فكمان عندنا فقرة لطيفة جدا هنشوف ازاي نقدر نتخلص من الكراكيب ويفضل بيتنا دايما رايق وجميل عشان نفسيتنا تبقى حلوة وكمان عندنا فقرة مهمة عن الفشن والموضة هنتكلم فيها عن مهرجان مهم جدا هو مهرجان اخر موضة وختام فقراتنا هيكون فقرة دينية مهمة هنشوف فيها ازاي كل ما احنا بنتعرض لها نستفيد ونتعلم منها دايما خليكم معاين ما ترخوش في اي حتة عشان نبدأ فقراتنا بعد الفصل ورجعنا لكم علشان نبدأ مع بعض اول فقراتنا فقرة مهمة جدا لكل البنات والستات عايزاكوا بقى تركزوا معايا لاننا ممكن نزود دخلنا من غير ما ننزل من البيت هنعمل ده ازاي؟ ده اللي هيقوله لنا ضيفي اللي موجود معانا دلوقتي واحد من اشطر الناس في مجال الديجيتال ماركتنج وهو المدير التنفيذي لشركة سوارمز الاستاذ عبدالرحمن الجعفال انا مبسوطة قوي ان انت موجود معايا النهاردة ومبسوطة بقى من الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ده الناس كلها بتتكلم فيه ارجوك يعني ازاي؟ ازاي نقدر ان احنا نكتب فيه؟ بس المهم ان الناس تاخد بقى وتنفذ ولو يقدروا يرجعونا تاني قولونا نتائج يعني احنا بص يجمع احنا هنشوف النهاردة استاذ عبدالرحمن هيقلنا نعمل ده ازاي؟ وعايزاكوا تقولولي يعني عملتوا اللي هو قلو والنتائج بتاعته كانت ايه؟ ده مهم؟ او خلينا نبدأ كده ونعرف هل فعلا ممكن ازود دخلي من غير منزل من البيت؟ طيب خلينا نتخيل سنة عشرين تمنتاشر لما كنت مثلا اقولك طيب احنا هناخد هناخد ميتنج اونلاين او هناخد او هشتري حاجة اونلاين او كل ده كانت الناس بتقولك لا انا مش واثقة ان انا هيبقى هاخد اللي انا عايزاها ولا لا؟ صح فدي كانت اول مشكلة الكورونا جات حلتها فخلت الناس كلها تتأكد تماما ان انت تقدر فعلا تعمل كل حاجة تسلي دي فيها حاجة كتيرة فيها قطعة كتيرة فيها البرمجة فيها الغرافيق فيها الفيديو وإن انا اتاقدر لانا اشرح حاجات اونلاين كورسيز اعمل كورسيز اقدر نعمل CPA consultation qui술 online. فأي حاجة انت بتعملها النهاردة فى الحقيقة بتقدر ان Thanh t była inline او تعرب بتعملها online في دي بقة خلاص كلها بقة They can double online فتقدر ان انت بتعملها بكل سهولة. فآه نقدر كلنا. نقدر نشتغل ولكن يعني في阿 especialmente woman between honor ففي حاجات انا هقول برضو عليها زي بتكسر بها روتين ان انت بتشتغل من البيت فدي برضو حاجات مهمة اللي احنا عادنا فترة كبيرة كلنا كنا شغالين من البيت يعني وبرضو في الفترات الاخيرة بدأت ان التوجه كل بقى في الجولف اريا بقيت الناس شغالة مع شركات في السعودية وفي الامارات وهكذا فمش حاجة ياخدوا كل الناس ودوم هناك فبيشتغلوا ريموت فبرضو شغالين من البيت فاي ست تقدر ان هي تعمل اكسترا انكم وتقدر تعمل انكم اكتر ممكن من جزء كمان يا ده ده شيء جميل اوي يعني احنا عمي حاجين نعرف الموضوع ده في حاجات ازاي ازاي نعرف نعمل ده يعني خلينا نتخيل مع بعض مسلا لو اه ليه ممكن ازاي اكتر من جزء يعني في الحيط دي بالزات اربوك ازاي ست تجيل اكتر من جزء كمان لا طيب هي مش القصد يعني ولكن ان هي تقدر ان هي تعمل دخل كبير فعلا يوازي يعني عيشها سويا صح وانا تخيل مع بعض انها مسلا جرافيك ديزاينر حلو وانها مش ده عشان قطر عندها اولاد او 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 فعايز تشتغل على ده طب تقدر تعمل ده ازاي وهي مثلا يعني كانت طول وقت شغالة مسلا في الاوفيس او مسلا او في شركة مسلا او مكتب وانقطعت فترة فدلوقتي تقدر انها تشتغل ازا فريلانسر ازا اعمال حرة حلو ودلوقتي كمان الحكومة بقى تقنن الاعمال الحرة وليها كل قوانينها وضرائبها وحواراتها وكذا علشان ما تخشش في مشاكل ما بالدخل الانكم الكبير اللي بيخش على بنكها الحساب البنكي بتاعها الحساب البنكي او فزي ما انت عارفها في الحتة دي الدنيا بتبقى برضو ايه حسنها شوية فانت بتبقى يعني ممكن تبداي اول حاجة بس ان انت التستي ده وبعد ان نبدأ ان احنا نشوف بقى قانونياته وكلام ده في مواقع عالمية زي مثلا موقع فايفر او موقع أبورك تقدر ان تصينب عليه وترفع عليها الشغل اللي هي القديم اللي عملته وتبقى تاخد اللينك بتاع البيهانس بتاعها ده وتخش على الجروبس بتاع الجروبس اللي وجودة على الفيسبوك وتبابلش الشغل بتاعها وتقول للناس وتجيت انجيج وتكومنت مع الناس اللي بتسأل علي جرافيك ديزاينرز وتقولهم ان ده شغلي وتبدأ انها تعمل ده والريدة هيجيلها حاجة طب لو هي مشتغلتش قبل كده خالص او لو لسه بتبدأ لسه بتبدأ فهتقدر انها تخش من اول يوتيوب جوجل يعني في ويبسايت اسمه يودمي بتقدر انها تخش عليها هتلاقي عليه كورس بتتكلم عالجرافيك ديزاين في ويبسايتس كتير غير يودمي بتقدر انها توفر كورسز من الليل بيجينرز لابطول البروفيشنال ليبل فده موضوع سهل جدا انها تتعلمه بس عايز استمرارية وعايز تركيز او ما هيدي المشكلة يعني بس احنا اوقات بواردو خليني اكون صريحة معاك احنا بنبدأ وعندنا حماس كبير جدا وانا بقى هعمر وحسوي ويعني حكسر الدنيا وبعدين بتيجي يمكن ما بتلاقيش قوي النتيجة اللي انت مستنيها من اول مرة فبتجرب مرة اتنين وبعدين بتذهب خلينا اتكلم على حقيقة الحقيقة عموما حضرتك كنت في الاول بتجربي مرة اتنين لغاية موصلة الليبل معين انا جربت مرة اتنين لغاية موصلة الليبل معين هي الاستمرارية هي اللي بتخليك ان انت توصل فانت بتكسب خبرة وبتكسب نتورك وبتبدأ ان انت من الناحية دي تبدأ النتيجة تباني ولكن ايه فكرة كلها بما انك اصلا قاعد في البيت طب ليه لا صح فانت بقى حاجة اكسترا انكم حاجة حاجة بتصبورت اللي بيحصل في البيت فحنا النهاردة علشان نقدر برضو نكون واقعين برضو الحاجات اللي هي السوق محتاجها ايوه محتاج ايه محتاج مثلا دايما طول الوقت مثلا في قطاع التسويق الالكتروني الميديا باير الراجل اللي بيشغل اعلانات محتاج الراجل الاسبيشليست الراجل اللي بيقدر ان هو يحط الخطة واللي يقدر يشتغل مع التيم ويطلع ويجيب ريزلتس معينة محتاج محتاج مبرمج كمان يقدر ان هو يكون عنده يعني تقدر كابنت ان هي تقدر تكون برضو بتعرف تشتغل على كذا اتجاه من انواع البرمجة وبعيدا عن ترند البرمجة وبعيدا عن الارقام الكبيرة جدا اللي كانت تتقال في فترة الفاتت هو فعلا في فلوس كتير بتتعمل ولكن على مدار السنة ايه تتعمل ازاي بقى مهيدي الفكرة يعني هي الناس بتاخد جملة كده وبعدين طيب اول حاجة لو انا بتتكلم يعني بالبسيط كده ونقول طيب انا دروت عايزة ابقى مبرمج وعايزة ابدأ اعمل ده اول حاجة تعالن سيرش مع بعض على الاكاديميز اللي موجودة اونلاين وطبعا انا مش هذكر حاجة بعينها ولكن هنقول على اكاديميات كتير في مصر بتعمل ده وفي اكاديميات برا مصر بتعمل ده واخد اللي انا شفت ان هم مناسبين واخش على جروب او خش على اي واتساب تشانل اخش على تيليجرام جروب كوميونيتي وابتدين انا اسأل وشوف الديبلوبرز يا جماعة انا بعمل كذا عايزة اعمل كذا وعايزة ابقى كذا اعمل ده ازاي انهي انهي بقى اكاديمي احسن طب اذاكر منين هتبدأ تاخد يعني ايه الريكمنديشن الصحيحة لانها هتسمع كذا رأيه هتفهم الفرقات فتبدأ اول حاجة هتاخد الكورس ده بعد كده تبدأ انها تجرب انها تنزل ببلاش ترينيج ما تدورش انها هتاخد فلوس وتشتغل من الاول دور على انكم ببلاش هتاخدي الترينيج ده هيديك اكسبرينس عملية ببعندك برويجكت حقيقية نفستيها هتروحي لأي شركة طالما بص يقولك على حاجة بعيدا عن العلم كعلم اللي احنا مهم عندنا في شركات اللي عاملين بيعرف ينفذ بيعرف خرج حاجة ولا لا فدي اهم حاجة فمهم ان انت يبقى عندك برويجكت هرقتها واشتغلت مع تيم وفهمت الكميليكيشن بيحصل بينكم ازاي والبروسيس باعت البرمجة بتمشي ازاي فهتبدأ بعد كده تقدم على ان هي تعمل لنفسها برضو الاكاونت على اي منص من منصات العمل الحر وتبدأ ان هي تطلع من هنا لاتجاهها تاني حاجة لازم تعرف كل اللي حواليها اوه لازم تعرف بقى ماما وبابا والعيلة واصحابي وكل الناس يبقى عارفين ان انت انت بتعملي ده دلوقتي بعمل دعايا لنفسي يعني بالزبط فانا يعني الاساس كله ان اللي بيصبرت اي بزنس بيحصل في العالم ان هو البداية بتكون من النتورك القريبة بعد كده بتبدأ ان النتورك توسع توسع ويجيلك بقى من شغل لشغل يجيلك ترشحات تانية وهكذا والنقطة الاساسية برضو ان انت لازم تجمع شغلك دايما لازم تكون محافظ اهم حاجة على التراكين بتاع شغلك لازم تكون عارف كل هنا انت عملته ازاي وعملت ايه لان انا كاكلاينت بتقدر ادور على اللي انت عملته مش اللي هتعمله لي بس اه بشوف التاريخ بتاعك يعني بعندي الديات الخاصة بيا ان انا زي ما بيقول كده لما اجي اسوق لنفسي او اوليها الاي كلاينت انا عندي كذا وكذا وكذا فده عشان نقطع مشورك كبير في النقاش ايوه طيب ايه اكتر الصعوبات او المشاكل اللي ممكن تواجهني في البداية يعني اكيد في الاول كده الموضوع مش بقى وردي طبيعي ايه اكتر الصعوبات اللي ممكن تقابلني في البداية طيب اكتر الصعوبات طبعا او انت عندك بيبي مثلا او حاجة محتاجة تاخد منك وقتك يعني في وقت ما بتقطع معاك الوقت بتاع الشغل فدي هتبقى صعوبة انا يعني احنا يعني انا لسه جديد في الموضوع بتاع البيت والجواز وكده فسلا اللي هو بالنسبة لي ايه اللي انا متخيله انه هو يعني هتقدر نهاية تمنج ده صبح وليل لان هو الفريلانسنج مش بيبقى بيعتمد على وقت معين ايه فانت النهاردة لو جيت تتكلم على ان انت ايه الصعوبات تانية الخبرات ان انت لازم يبقى عندك بقى منتر لازم عاك مرشد بيديلك في الطريق بتاع الكارير ده بيساعدك ان انت ازاي تمشي على التراكز صحيح علشان خاطر تقدر ان انت تجيب رزة من البداية كويسة وان من الصعوبات برضو اللي ممكن تواجهها قلة الفلوس او السعر برضو في البداية احنا بنبدأ باسعار قليلة عشان نبدأ نعلى 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 انا تجربة انا بحب جدا ان انا احط النفسي شكل معين في السوق فهبتدي ان انا اه ده راجل ست بروفيشنال بتشتغل بالطريق الفلانية شغلها مضيف حاجتها كوالتي بتاعتها كويسة بتتابعني بعد ما بتسلم البروشيكس في حاجات ده مهمة جدا لازم بتركز عليه في بقى حاجة دلوقتي واعتقد احنا كلنا عارفينها الاي اي 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 او الزكاء الاستنوعي انت بتستفيد منه في شغلك يعني هو طبعا في حاجات ايجابية وفي حاجات سلبية خلينا نشوف كده الجزء الايجابي ازاي الاي اي اي ساعد في مجال التسوير الالكتروني طيب هو ساعد ان انا مسلا فمرة انا سألت الاي اي اي فبقوله لو البناء ده منطبيعي يقدر يطلع مسلا كان بوست في الساعة فقال لي انه هو قدر يطلع من ثلاثة الاربع في الساعة ولكن انا قدر اطلع من خمساشر لعشرين في الساعة فهي الفكرة كلها في ايه بوست هو البناء دمين يعني مش هيتبدله اما هي دي الفكرة بقى انا كنت رسي هقولك انت ممكن تستغنى عن شخص او انسان في المهنة دي وتبدله به الاي اي اي او اللي هو ما عندوش يعني ادبنتج عندو مميز او بيقدر ان هو يعمل حاجة مختلفة حيث بهيتبدل مش هيتبدل هو هتقل فرصك ولكن او ايا كان الاي اي اي تول دي في الاول في الاخر عاملة زي الانترنت زي التلفون زي اللابتوب هي تول اي اي انا بستخدمها علشان اطلع برزولت معينة صح ولكن انا مسلا لو يقولك على شغلنا احنا في شركتنا هو مية في المية ما بيناش نشتغل اي موظف يعني اي موظف انه خلصها في مدة مثلا ثلاثة ايام اربعة ايام فبدأت ان الانتاجية تبدأ انها تعمل تزيد طيب اه في حاجة عايزة ازود عليها في حوار الاي اي 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 انت دلوقتي برضو في حاجة من الصناعات انت تقدر تعملها انت قاعدة في البيت هي التجارة الالكترونية ايوة الانلاين شوبينج دا شيء عظيم اه طبعا فاحنا النهاردة لو ما نيجي نتكلم في البوينج دي انت عندك فيه طريقين فيه طريق ان انت تقدر تجيب منتجات حقيقية فزيكال وتجيبها عندك وتشتريها او في حاجة الاسهل اللي هو التسويق بالعمولة حلو ايه التسويق بالعمولة دا انت نهاردة بخش على الامازون اسسيشن بتلاقي فيه عندهم برنامج بيقولك خد من عندي البرودكس اللي انت عايزة كالينكات وصور وي 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 بدأ اعمل لنفسك الانلاين ستور بتاعك او الانستجرام اكاونت بتاعك اي اي ان كان وبيع وخش اديني الوردر وانا اوصله لك اوكي وانت تاخد الكميشن بتاعك او يعني انت بتبقى زي وسيط يعني انا بقول للناس اشتروا من المكان دا تسويق العمولة او انا باخد نسبتي من الحاجات اللي حتتبيع بالزبط فموضوع ده بقى حلو جدا ليه بقى لان هو ولا بحتاج منك راسمال كبير ولا بحتاج منك وقت كبير عشان تبقى مثلا مورنج او تبقى ديبلبر او سوريا تبقى جرافيك ديزاينر وفي نفس الوقت انه هو هيخل النتورك اللي حوليك هتساعدك او اعتقد الريزك فيه اقل لان انت في الاخر مش هتجيب حاجات ومش دامن هي هتدعوه ولا لقا فيه في بوجهة الاعلانات اللي انت هتصرفها او انت كده كده لا هيبقى عليك جزء ما من الريزك ولكن انت النهارده مع الوقت تبتدى ان انت تتعلم ازاي ان انت تطلع كواليتي كويسة من الاعلانات بتاعتك فهتبدأ ان انت الجنيه بدلا ما انت كنت بتبيع بيجيب خمسة جنيه هيبدأ يبيع ويجيب عشرة جنيه بس برضو هالتريك ان انت النهارده لازم تبلد النفس الكموليتي فيه براند من براندز الحجاب في مصر بدأت على اصحابها ان هم كانوا زعلانين ما من تجربة معينة في الطرح وبدأت انها عملت قصة وعملت فيديو وطلعت وصحابها عمل لها سابورتينج وابتدى البراند بقى ميجا براند بقى او صح فبرضو من الحاجات ان انت ممكن تقدر تعمليها ان انت مثلا تشوفي مشكلة ما بتواجه الستات مثلا في النتورك بتاعتك او في السيركل بعيدة عنك انت شاف ان انت تقدر تحليها وتبدأ ان انت تعملها البراند ده يعني انت بتشوف ان فكرة التفكير برج الصندوق او انه انا طول الوقت يبقى عندي دراية بكل الحاجات اللي حواليا وافكر ازاي بقى اقدر استفيد من حتى لو هي حاجة مشكلة او حاجة حصلة ازاي انا اعرف استفيد منها حتى لو اطلع بجديد يعني ممكن اقولك على حاجة كل موجود في مصر او في الجالف هو موجود في امريكا او اروبا مثلا بقى له مثلا خمس سنين ست سنين اي حاجة موجودة بره انت شاف انها لسه مجادش مصر او مجادش البتاقي دي حاجة برضو دي بتبقى فرصة حلو جدا تقدر ان انت تاخدها تجرب حتى ولو انت ممكن تصنع منها اللوكال براند بتاعك شبهها وتبدأ ان انت تتبيعها هنا فده بيعمل انكم وعايز اقولك ان الانكم بارقام يعني ضخمة مش اللي هو مش بتعمل الف و الفين جنيه في شهر لا تعمل ارقام كبيرة فدي حاجة انت النهاردة بس هي عايزة منك الاستمرار بيه عايزة منك تركيز يبقى معاك حد بيساعدك حد تسأليه وبرضو احنا بنقدر نساعد الستارتبس والشركات النشأة اللي هو مثلا حد جي فكر ان هو عايز يعمل براند احنا عندنا قصص كتير جدا بدأت من الزير والأبطون هي بتبيع في شهر بربع مليون ونص مليون وكذا ومشاعدة بسيطة يعني مش اللي هي حطت ملايين عشان تبدأ لا 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 خالص جدا حاجات بقى مئة في العشرينات تلاتينات عشان تبدأ بس احنا برضو من دايما بنقول للناس ايه لازم تفاليدات لازم تأكد عالماركت ان المنتج ده هنجا حالا لا في فيديو صغير تشوف ايه اللي رد فعل الجمهور وبعدها تبدأ ان انت النهاردة تأكسترين بقى في الوبريشن بتاعتك وتخلي شكله يبقى ضخم وكبير فيبدأ ينجح بعدما انت تصرف وبعدين ترجع ايه وصح فالتست وفاليدات وبعدين نرجع نأكسيكيوت نأخذ طيب داي خليني بقى اسألك من انك كلمنا على الشركة لما انا ابقى عايزة روح لشركة تسويق الكترون يعني المفروض اعرف ازاي الشركة النكحة او الشركة الكويسة او اللي هتفيدني بلاش اقول انها نكحة او يعني اللي هتفيدني انا في المجال اللي انا عايزة طيب بص يقولك على حاجة احنا عندنا او يعتبر انا الشركة الوحيدة اللي في العالم بتقول ازاي تختار اصلا شركة او يعني اه عظيم بصراحة بالنسبة لي مش فارق معي مهم ان انت تكون عارف انت راح فيندي عشان ما انا تاخد الوحيدة انت عايزة طيب لو انت النهاردة عايز تعمل براند يبقى مثلا في شركات تبقى شطرة في السيربس فهتلاقي ان هم عندهم كيس ستادز وقصص نجاح في السيربس فانت تختار الشركة اللي هعملت في السيربس طيب في ناس شطرة زينا مثلا في حتة البرودكس احنا اشطر في البرودكس اكتر من السيربس وبنشتر بس البرودكس اعلى عندنا كيس ستادز كبيرة فتلاقي لي ايه اول حاجة تبص عليها البرتفوليو بتاع الشركة ايه اكتر تركيز هم فيه ايه قصص النجاح اللي هم محققينها وهكذا بعد كده بدأ ان المرحبتها التيم بتاعهم التيم بتاعهم يتكون من ايه من عاملين ازاي بيدولك ايه هل بيدولك باكت جات يقولك ليه كعندي عشر بستات في الشهر ولا لا كلام ده من الصح كلام الصح ان هو بيديك result ايوا او في الاخر انت عندك مراحل النمو عندك خطة انت شغال عليها بتاعتك مش هم اللي بحطولك مجرد ان انت موجود اونلاين لأ فانت محتاج ان انت طول الوقت ان انت بتحقق اهدافك النقطة التالتة اللي هي حتة طبعا البرايسنج انت بيفرق معك بس انا عايز اقولك ان هو لو شركة مسلا بيبقى اسعارها غالية هي بتبقى اسعارها غالية عشان اللي بتقدموا كوالد بتاعتها ايوا اعلى من التانية فهم عندهم نهاء واعلى من دول وبعدين خلي بالك من خلي بالك من النقطة انت النهاردة لما مسلا هتعمل البراند بتاعك وهتشتغليه وهتكون مسؤولة مسلا عن التصنيع ومسؤولة مسلا عن التصميمات او او فشركة التسويق دي هي بتكون شايلالة كل القطاع بتاع الديجيال مش بتعملك سوشيال ميديا كونتنت فيه فرق كبير ايوا فانت علشان خاطر حد بيجي قولك ايه لا احنا كده محتاجين من المنتجات دي اكتر ما تعملش من ده تاني اعمل اوفر جديد طلع الحاجات دي مش كل شاكت طرف تعملها لانهو مش بيبقى فاهم بزنس فانت لما تكي تختار شركة التسويق لازم يكون عندها بورتفوليو وفي قصص نجاح موجودة حقيقية وانهو عندهم تيم بيديلك كل ما هو متاح مش على الحدد والنقطة التالتة بتاعت ان انت تبقى عارف انت رايح لفين وايه الاهداف انت حتحقك يعني الحقيقة هي كانت انا بالنسبالي فقرة مهمة جدا ومفيدة جدا واكيد كل البنات والسيطات برضو اللي شافونا يعني استفادوا واتمنى بقى ان هما ينفزوا الكلام اللي انت قلته ويقولولنا النتيجة بتاع لو لخصناهم فهو انت تقدر تتعلم كجرافيك ديزاينر كديفيلبر تتعلم كصناعة تقدر ان انت تشتغل في التسويق بالعمولة تقدر تبالد برند بتاعك وتستخدم الكميونيتيز وجروب ساعة البنات وبنات بتصبرت بعض فدي فرصة كبيرة جدا تتنجحك انت عرفوها اكتر عن موضوع الديجيطال ماركتنج تقدروا تتواصلوا مع استاذ عبدالرحمن هي الارقام والويب سايت والفيسبوك كمان اكاونت موجود معاكو على الشاشة انا بشكرك جدا يا عبدالرحمن انت نورتنا النهاردة وفتنا الحقيقة برسيح شكرا لك خلونا كده نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرات مكملين معاكو بيت عز ودلوقتي بقى حنتكلم على الفاشن والمودة والجمال ومنوراني ضيفوة جميلة جدا بنت شطرة الحقيقة قوي في مجال الفاشن ديزاينر ولسه كانت عاملة او موجودة يعني في مهرجان من اهم المهرجانات اللي بتتكلم على الفاشن مهرجان اخر مودة منوراني دلوقتي الجميلة دوحة البرينس ازايك يا دوحة ازاي ايه الاخبار كله تمام انت ما شاء الله عليك يعني انا مش محتاجة اقول حاجة انت الليين اللبس والشياكة بتتكلم عن نفسها حاببتي تتكلم الحمد لله تمام ايه رأيك نبدأ كده مع مهرجان اخر مودة وتحكيدي تقوليني ايه الموضوع بتاع المهرجان اه هو المهرجان من اهم مهرجانات الفاشن طبعا مجلة اخر مودة اه وهو بيتكلم عن الفاشن والميكب والمصومين الازياء كل واحد بيعرض مثلا ايه عشرين ديزاين خمستاشر ديزاين على حسب حلو قوي طب ومين المؤسسين بتوع المهرجان اه استاذ علاء البلتاجي اه اه ده اهم شخص في المؤسسين واستاذة ماروة طبعا اوكي طيب والمهرجان ده يعني انا عايزاك تتكلميني عنه اكتر اه التفاصيل بتاعته ايه بيبقى عامل ازاي انتي بتقولي لي انه مثلا كان فيه كام حد مشارك في المهرجان اه لا كان فيه مصومين ازياء كتير جدا وميكب ارتست كتير اه حتى كان فيه مشاهير برضو اه كان برضو اه احنا معنا كمان سور مؤسسين المهرجان علشان انتي قلت انه هم من الناس الجميلة يعني المهمة اللي دعم للمهرجان ودي حاجة مهمة الحقيقة او طبعا ان يكون فيه حد بيهتم بفكرة المودة والفاشن وان احنا دايما نبقى شكلنا حلو او طبعا وكمان هو دي المرة الثمانية وتلاتين على التوالي واو حلو قوي ما شاء الله ده رقم عظيم جدا او اوكي انتي بتقولي ان كان فيه كمان مشاهير موجودين في المهرجان او كان فيه محمد شحين المطرب وزينة ولقاء سويدان وبدرية طلبة وناس كتير قوي حقيقة يعني لو عادت عندهم كتير اكيد طيب انا عايزة اتكلم عن تفاصيل مشاركتك انت بقى في المهرجان تكلمينك كده انت كنت مشاركة ازاي اصلا عرفتي المهرجان ازاي الحاجات اللي انت كنت مشاركة بيها في المهرجان بس بصراحة تحمست اكتر وعرضت عشرين ديزاين الله حلو قوي يعني اتحدت نفسي او طيب وانت كان تجهيزك للديزاينز دي اصلا قبل المهرجان ولا كان فيه مثلا حاجات قريدي موجودة عندك وكملت عليها كان فيه حاجات موجودة عندي بجهزها الكوليكشن السيفي اوكي وكملت عليها او كمان فيه حاجات عملتها للمهرجان بس زي الاوتفت كله ايو اللي انت لابسي ده لا ده جميل جدا انا عملت كمان لبنوتي زي وبالزبط الله حلو قوي انا بحب فكرت ان الام والبنت يبقوا لابسين شبه بعض او فيهم روح كده من بعض بحس انها حاجة لطيفة قوي وطلعتها كموديل الله يا حبيبتي عندها كم سنة؟ عندها تمان سنين حبيبتي ما شاء الله ربنا يخلي هيلك طيب احنا ابوسي احنا شايفين هو كمان انتي وبنتك فعلا اللابسين شبه بعض وهي جا جميلة ما شاء الله طيب انت حابة ان هي تدخل في مجال الفاشن وانها تبقى موضل مثلا يبقى ده كارير لها؟ لا انا حابة هي تكمل دروستها وهي اللي تختار بنفسها حلو ده او يعني على حسب رغبتها هي او انت ميديها حرية الاختيار يعني او طبعا طيب ده شيء جميل جدا خلينا نرجع للفاشن مرة تانية وتقولي لي غير بقى الموضل اللي انت لابسي ده كان في ايه حاجات تانية مثلا الالوان هل كنت مركزة في ان انت تختاري الوان معينة للديزاينز بتاعتك اشكال معينة؟ كل الالوان الترندي في الصيف السنة دي انا مدخلها في المهرجون كل الالوان مش ساي بالون ما دخلتوش الابيض والاسود والحاجات اللي فيها هاندميد والبادة الكلاسيك والحاجات الكاجون او يعني انت عملتي كوليكشن عظيم لكل الالوان وكل الديزاينز اللي ممكن ان احنا نبقى حبينها او عايزين انها تبقى موجودة او حتى عملت عبيات برضو وحاجات كتان ده حلو قوي يعني انت او كل الناس هتلاقي اللي هي عايزة اي حد بيحب حاجة هتبقى موجودة في الكوليكشن بتاعك او طب انت بتشوفي ان فيه الوان معينة مثلا بتناسب الصيف اكتر؟ او طبعا عندك اللون الابيض اللون ال... استني احنا هنتكلم على الصيف بس انا محتاجة اشوف الكوليكشن لانه هايل احنا شايفينه مع بعضه على الشاشة انا بحب اللون الازرق ده قوي ده حاجاتي هاندميد حلو قوي الحاجات اللي معمولة دي ده هاندميد او ده هاندميد واو حلو قوي تبين ده اخد بوقت قدي ايه انا بحس ان الحاجات الهاندميد بتاخد وقت طويل او ده اخد مني خمس ايام اوكي شغل حلو قوي حلو قوي بجد اللون ده بيبقى مناسب لكل انواع البشرة ولا بتشوفي مثلا انه لو واحدة بيضى يبقى افضل منها تبقى يعني ايه؟ لا بالعكس ده بيليق على الصمرة اكتر من البيض بجد او ولون تيرين دي جدا هو ايه اللون عظيم او ده حلو ده كاجول شوية؟ او ده كلاسيك شوية كلاسيك او يعني ممكن نحضر به حاجة بناسبة كلاسيك او خروجة مهمة اوكي حلو قوي طب نشوف كده الصورة او ده برضو لطيف قوي ده سوت عملتها كده والتايجر اللي فيها تايجر مختلف مش التايجر البوني العادي او لقماشة مختلفة جدا وانا حبيت برضو ان انا عاملها بطريقة مختلفة مش بطريقة الصوت العادية فيها كروفاتة حلو قوي انت تبقي لابسة حاجة يعني مش شبه الناس او تبقي مختلفة وتبقي مميزة ده بحس ان هو بيفرق يعني ان انا مش مش شبه اي حد لابسة حاجة يعني بتاعتي فحلو قوي ده ودي كمان شيك قوي او اوكي حلو قوي اللون ده برضو او ده درس كده درس ده حلو قوي او زي سندريلا حلو قوي لونه كمان حلو قوي طب ده اخدتي فيه وقت تدين حسن فيه شوية تفاصيل او هو فيه حزام او فيه حاجات كلوش من على الكم او كمان يعني هو جاي زي كلوش كبير زي سندريلا كده بزوت حلو قوي ده ده كمان ممكن ينفع المحجبات او طبعا ينفع جدا صح؟ يعني علشان اغلب المحجبات بتبقى عندهم شوية مشكلة في موضوع الديزاين ده بس انتي انا شايفة انه يعني فيه حاجات انتي ينفع تعمليها تبقى للمحجبات كمان يقدروا يلبسوها اه طبعا انا اقدر اعمل محجبات وغير المحجبات وكمان الحاجات اللي عندي معظمها تمشي محجبات حلو قوي ما بقولك ده ده مهم جدا طب انا عايز ارجع بقى معايك لفكرة الصيف يعني انتي بتشوفي انه الالوان الترندي او الالوان اللي مناسبة اكتر لفصل الصيف بتبقى ايه مثلا؟ اه اللون الاخدر المنت اه اللون الاورنج اللون الاخدر الفاتح الاخدر الغامق اه اللون الموذ الفاتح اه كل ذي الوان صيفي وترندي والابيض طبعا اساسي مع الاسود اكيد اللونين دولها بيتغيروش لا ولا شتا في اي وقت الابيض والاسود دول حاجة اساسية او طيب نرجع للمهرجان وبما ان انت فاشن ديزاينر جميلة اكيد كانت لكي رؤية في التصاميم اللي اتعرضت في المهرجان شفتيها ازاي؟ اه شفت الارؤية يعني شفتها كلها برضو كويسة واصحابي الفاشن ديزاينر اكتهدوا جدا ان هما برضو يطلعوا حاجة كويسة جدا يعني شفت فستان فرح ابيض طحفة طحفة وشفت فستين سوري جميلة جدا لناس برضو لسه مرتدئة برضو عجبتني قوي يعني كلهم اجتهدوا يعني كلنا اجتهدنا في المهرجان ده اه ده جميلة لما انت هي ما بتفكريش تعملي فستين افراح يعني تبتجي شوية لفكرة انه يبقى عندك خط كده للأفراح والمناسبات اللي هي الخطوبات والحاجات دي؟ ان شاء الله قدام شوية لان انا برضو لست بدرس يعني بدرس السوري فطبعا دي هتاخد بالني وقت فانا عايزة ادرسه بقتكون عشان اطلع كوالتي وحاجات كويسة برافو عليكي على فكرة فكرة ان انت تكوني عايزة تدرسي الحاجة يعني مش مجرد بس انها هواية او انت شطرة في حاجة معينة اعتقد ان الدراسة بتفرق بتخليكي عندك خبرة اكتر صح؟ طبعا وفكرة برضو ان انا ارسم فاشون من الحاجات دي دي طبعا فكرة جديدة وجميلة انت ممكن اصلا تطلعي حاجة من غرستك انت من جواكي تبدعيها على الورق وتقدري ان انت تنفيذيها على الباترون وبعد كده تنفيذيها عملي على القماش طبعا يعني اليوم اكيد بتاع المهرجون او التجهيز للمهرجون اكيد كان فيه صعوبات اه طبعا ده كان صعب قوي اكثر الحاجات اللي وجهت فيها كانت صعبة وعملت فيها ايه؟ انا كان عندي تصوير يوم البروفر المفروض اروح فيها للمهرجون طبعا انا مروحتش وروحتي يوم المهرجون ومعرفش الموديل ايه اللي هيليق عليهم وايه المناسب ليهم دي كانت اصعب حاجة بالنسبالي انا رايحة الانة جدا وبستي متوترة توتر يعني غير عايزة طبعا فطبعا الحمد لله كان فيه اكتر من 15 موديل وكل واحدة سبحان الله يعني بقيت بشوفها لا انتي هينفعك ده يليق عليكي ده او ينفع معاك ده ويعني تسهيل ربنا جات كده على اخر اللحزة اه حلوة بس انتي ما كنتش عاملة بروفر معاهم قبل المهرجون ولا اي حاجة لا كان عندي تصوير فما الحقتش ان انا اعمل بروفر معاهم ولا احضر معاهم بس بيفري معاكي فكرة البروفر او انك تبقي شايفة الموضل قبل ما تلبس اللبس بتاعك اه طبعا دي حاجة اساسية علشان اعمل حاجة مظبوطة علشان تطلع على الستاج مظبوطة جدا بس الحمد لله كل حاجة مش التباية وتلات مظبوطة بس بعد صعوبات اكيد طبعا اكيد انتي رايحة بتتفاجئ بكل حاجة بس الحمد لله ان الموضوع كان لطيف وانه البنات كانوا كمان شطار يعني بشوف انه فكرة ان الموضل نفسها تبقى شاطرة او عارفة ازاي تشتغل لما بتبقى ده بيسهل عليكي اكيد الموضوع لأ كلهم كانوا كويسين بصراحة وساعدوني وبرضو الموضل برضو قالتلي لأ دا ينفعني ده هيليق علي اكتر طب ما اشوف ده كده بقى انا بنساعد بعض حلو حلو قوي ده مهم فكرة التيمورك اصلا بتساعد دايما ان الموضوع يطلع احسن ويبقى افضل اه طبعا والادارة صراحة يعني ما سابتنيش خالص ادارة اخر موضة ما سابتنيش خالص اليوم ده لان هم عارفين ان انا كان عندي ضغط وتصوير فما الحقيقتش ان انا قاعد كلهم وقفوا جنبي حلو قوي التنظيم الناجح والادارة الناجحة دايما بتطلع حاجة صحة اه اكيد يعني دايما الادارة السر في الادارة طيب انا برضو عايز اعرف منك بما ان انا في الصيف يعني والخطوبات والمناسبات وكده بتبقى كتير لو انا رايحة خطوبة الصبح ممكن نلبس الوان ايه او ايه الحاجات اللي تنصحي البنات لو هي رايحة مثلا مناسبة الصبح يلبسوها اه الوف وايت الابيض حاجات بسيطة وحاجات ما يكونش فيها تطريز حاجات تكون سنبل قوي وسادة لان احنا برضو الصبح اه وكمان يتلبس فستان في قصة احنا شايفين صورتك في التكريم هي ما شاء الله زي الامر جميلة ربنا خليكي حلوة اوي ربنا خليكي يعني اه يعني انت شايفة انه المناسبات بتاعت الصبح بيفضل ان احنا ما نبقاش متكلفين اوي في الحاجات اللي احنا بنختارها اه طبعا وتلبس فستان في قصة بس ما يكونش فيه تطريز ده بيبقى مناسب جدا اوي لأفراح الصبح حلوة اوي بوسي انا عايزة ابركلك على حاجتين على التكريم طبعا الجميل اللي احنا شفناه وعلى وجودك فمهرجان مهم زي مهرجان اخر مودة وان شاء الله يعني يبقى فيه مهرجانات تانية كمان كتير نشوفك فيها ونشوف شغلك فيها وكمان عايزة ابركلك على وجودك في برنامج بدون فلتر من بعد العيد باذن الله هتكوني موجودة معانا مع الجميلة فريدة خليل هتشرفينا واتنورينا اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق ربنا خليكي تسلامي انا مبسوطة ان انا كنت معاكي انا اكتر انا اكتر انت شرفتيني ونورتيني وبالتوفيق دي كده شكرا خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا استنوني لسه مكملين معاكو حلقتنا وبيت عزة دايما بقى جوة كل بيت بتبقى عندنا مشكلة كده في الكراكيب حاجات مش عارفين نوديها فين طب نوضبها ازاي نرميها ولا نخليها فالحقيقة فقرتنا دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نقدر نروأ بيتنا ونتخلص من كل الكراكيب اللي موجودة فيه مع ضفتنا اللي منورانا استاذة سورة طلعت هوم ارجانايزر ازايك عامل ايا يا صاح ايه الاخبار كله تمام ايه موضوع ان انا يعني اخلي حد يوضب لي بيتي ده عشان الناس كتير مش فهمة للقز والله بصي قبل ما حد يوضب لي بيتي هو انا عايز اوضبه ولا لا يعني الفكرة انت بتقولي عندنا مشكلة الكراكيب فيه ناس مش شايفها مشكلة هنا الكارثة بقى بالنسبة لنا اوه لدي مشكلة اكبر ايوه ايوه طبعا ان انت كل حاجات متكومة ففيه تراب انت متخيلة ان انت روقتي انت عمرك ما بتروأ ودماغك مكركبة بتبقى لان عينك مش شايفة يعني الحواس بتاعتك انت دلواتي عينك مش شايفة تنظيم فدماغك مكركبة طبعا يعني فعلا الكراكيب اللي حوالي او لو البيت مش متوضب ده بيأثر على نفسيتي؟ جدا ومش ما لا بصي فيه فرق بين الكراكيب والتوضيب اوكي يعني انا ممكن احوط بتيه في مكانها كده انا موضبه لكن انا ممكن يبقى في الكورنر فيه كوارث وانا بقى عامل ناسي شايفة بادي مش شايفة هلع مش شايفة ايبا بزاك او ممكن احتاجها موضا تعلق برضو فبردو هي حاجة مش ما هي دي الفكرة؟ يعني الاول انا عايز اعرف انت فكرة اصلا فكرة ان انت تبقي متخصصة في موضوع ان احنا نتخلص من الكراكيب وان احنا نروى والحاجات جات ازاي؟ هي يا والله بصي انا كنت بشتغل موظفة بروح الجامعة ساعة 9 الصبح وارجع ساعة 3 الظهر ودي فترة في حياتي مش طويلة انا اساسا طبيب الاسنان فكنت بشتغل في عيادات خاصة كان الاول الموضوع ايه الوقت في ايدي ففكرة الوظيفة اللي كانت من وقت الوقت دي اثرت جدا على يومي وبالتالي بقيت مش حاسة ان انا حبت الفوض في مكانها مش لحقة المكتبة مش زي ما انا متعودة فانتبهت ان انا ايه اول بقى ما قدمت استقلتي لقيت ان انا اول حاجة عملتها ان انا كنت على الصفحة الشخصية بتاعتي كانش شغل ولا حاجة خاصة ابتدت اقول للناس اصحابي يعني عشان ايزة تشجع يا جماعة انا النهاردة هروأ الدرج الفلاني النهاردة هنروأ درج الفوض اللي في المطبخ بتشاركي الناس او اصحابك على الناس اصحابي مش شغل خالص يعني كان الموضوع بس عشان انا تشجع وبعدين روحت لقيت كذا حد كده تفاعل معاه فبدأت تسميته احنا هنعمل خلال تسعين يوم اه انا عارفاها فاكرية فاكرية فاحدي تسعين يوم ده خلال تسعين يوم عملنا تشلنج مرة ففعلا انتي عايزة اقولك حاجة انا خلال التسعين يوم دي هو عمونا بيقولك عادة ان العادات بتثبت في التسعين يوم يعني تبتدي تبقى اكيدة في واحد وعشرين يوم اذا حد عايز يبطل تدخين مسلا لكن لو قدر تسعين يوم يبطلها يبقى خلاص الحاجة دي خرجت تماما من حياتك انا التسعين يوم دول فيه بني قدمين خرجوا من حياتك خلالهم والله بجد لان انتي بتنوي احنا كمان شايتم البيتج بتاعتك او الجروب بتاعتك لو احنا يا جماعة عايزين يعني تبقوا موجودين مع سارة الصفحة دي تعملت قريب بقى تحت الطلب خلاص بقى لو احنا متجين بقى الموضوع يبقى professional ايوا بالزبط لان اخ بقولك النية انتي لويتي ان انتي تروائي تروائي بقى دماغك وتروائي نفسيتك وتروائي صفحة الفيسبوك مع انتي كل دي كراكيب على فكرة كراكيب مش بس شوية كاراتين او علبة جزمة مرامتهاش لا خالص كراكيب فانا بقى لقيت نفسي طايحة في التسعين يوم عمرك انتي بتروائي حياتك كلها لا وفي ناس قالولي في الاول هتعود التسعين يوم هنلاقي حاجات تقولوا هنلاقي دا يكافوا بس هم يكافوا تسعين يوم انتي لو النهاردة هطلب طلب كده من الناس ويجربوا حاولي النهاردة ترمي خمس حاجات لو لقيتي بنسة مكسورة بنسة يعني مش هقول حاجة ارميها اعتبريها كحاجة ما هي البنسة دي على قلبك على فكرة اي وصحة هي في الدرجة بسي على قلبك عود كابريت بايز علبة كابريت قديمة احنا بيخلص هو الكابريت بيخلص فيه ناس بتصدبر وما بيخلصش لكن هو في الطرف بتاعه دا اللي بتحركي فيه بيخلص البطاريات اللي بنكومها في التلاجة او تقولك لا بتحافظ عليها وخلاص يا جماعة يعني خلاص يليها عمر افتراضي ايوة خلاص حتى لو جديد على فكرة يليها عمر افتراضي فيه تفاصيل بقى انت خلال شوية الحاجات اللي انا قلتها دي كمية حاجات ممكن تترمي اوكي وصدقيني بتفرق والله يا عزيم انا خلال الستين يوم الاولانيين وما كنتش قصدي بس انتبهت بقى لان انا كمان درسة طاقة وكده او فيه ناس خرجت بني قدمين لما اخدتي قرار الترتيب او التوضيب انك تخربني توضيب دماغك وطوضيب حياتك توضيب ان مش عايزك اركابك ما الكركبة دي ممكن تبقى ناس صح ممكن تبقى باجم تابعها وازعجك قوي طب انتي متابعها ليه وكل ما تشوفي حاجة تتغمي تتضايقي بس تبدالي عاملالها فولو طب ما تعملي ام فولو ما ده ترتيب برضو ما انتي بترقى التليفون وما تفضي الجاليري وتعودي تنظمي مثلا تعملي فولدرز انتي بتخيلها تطلعي الحاجة فيه فيه مقولة كده ان خلال 15 ثانية لو ما لقيتش الحاجة زي ما انتي حارفتها يبقى هي بقى انتي ست بكركبة بمعنى ايه كل حاجة ليها مكانها في 15 ثانية دي ولا حاجة طبعا فانتي بقى انك لقيتها يبقى انتي كده قصرتي على وقتك وعلى يومك وعلى تنظيم يومك صح فبقيت بتتكلمي بقى كمان الموضوع مش بسيط بقى كل حاجة فعلا ساعة حد ازاي بقى هي بتبقى بنغير الماينسيت بس يعني فيه ناس ده مثلا محتاجة ان انا غير الماينسيت ان ده بجد الحاجات دي مش بحتاجها ده فكرة مجهود فيه ناس بتبقى بتعلقة بحاجتها صباح روج قديم بس هي مش عايز ترمينها صح انا حاسة انه يعني الحاجة دي بتاعتي حباها فعايزها تفضل موجودة قدامي حتى فعلا لو مش هستخدمها او لو حتى خلاص بازت بس باي تايم تخيالي ان انتي قاعدة مثلا تلاتين سنة عمرك او خمسة واربعين سنة بتحوشي حاجات مش ممكن هي حتى هتفقد متعتها وكونها قديمة انتي كده كأنك متمسكة بالماضي صح يعني ممكن نحتفظ بحاجة او اتنين عندك هواية هاتلها حاجات كتيرة يبقى عندك كراكيب بتاعت الهواية لكن مش كل حاجة في حياتنا هنحتفظ بكارسة هو فكرة انتعلق بالماضي فعلا انتعلق بالماضي مش هيخليك تبطي على المتقبل انا بقولك والله 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 فيه ناس بتمشي فيه بني قدمين وفيه تلاقي نفسك مثلا جاتلك هدايا انتي مجرد انك تطلعي الحاجة اللي بتخرجيها بيجي مكانها تتخلصي مش معناه انها نارمي ممكن اتخلص ارمي وممكن اتخلص ان انا ادي الحد تاني يستفيد منها افضي دولابي شوية وانتي بترواي الدولاب تقولي طب ما انا عنتي كذا واحد ابيت طب ما ادي فلانة مثلا مش لازم اصدي يكون حتى تبرع ولا حد فقير لا 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 الفكرة في التارق انت بترواي حياتك انتي او صح انتي الحاجة اللي بتلواتي مجاتلكيش مية فكرة حاجات عزت تروايج او كتير يا ايد انا هروح حفضي حاجات كتير او لحقيقة طب صرح انتي الموضوع بقى مبقاش بس ان انتي اللي بتعملي ده انتي كمان بتساعد الناس او بتعلميهم عملتي بقى ورش عملتي كورسات فانا عايزة اعرف منك كده فكرة الورشة جاتلك ازاي او ان انتي بقى يبقى عندك حاجة بتعلمي بها الناس بصي الايام التسعين يوم برضو ايهم بس يوم وتسعين يوم دول كانوا مهمين قوي في حياتي واضح يعني في خلالهم بقى فيه ناس بيتطلب مني والناس على فكرة كلهم صحابي يعني فيش حاجة ابدا كانت اعلانية او حد لحد كلهم كانوا صحابي بس صحابي بقى بقى اتنادت اعرفني بقيت تقول لحد يخش صفحة سرع على فكرة تامي كزا احنا شايفين هو ده جزء من الورشة اللي انتي كنتي عملاها مضبوط انا عملتها وبكرة فيه ورشة تانية ان شاء الله وفي يوم العرض يعني الورشة بتبقى بنتكلم في الموضوع زي ما انا بتكلم معاكي كده بس بالتفصيل بقى وممكن بقى كزا حد يعني الورشة دي هتعارفة بتبقى انتر اكتف فالورشة بتبقى بني قادمين قاعدين وبيسألوني وانا بجاوبهم او بنقعد نقول بقى يعني واحد تقول لي مثلا انا بقى عزل والبيت ده انا فيه بقى لي كزا ورايحة دلاتي عايش لوحدي عارفة في تفاصيل بقى كل بني قادم عنده تفاصيل طب اعمل ايه طب كزا اخده ولا لا بنقعد بقى نتكلم نتناقش في الموضوع انا بالنسبالي بحس ان الموضوع فيه ميند سيت اكتر ما انا بسيبك بعد كده وانا مش بيروق لك الدولاب انا مش عايش معايك يعني اوه بس طب لأ وانا مش بيروق الدولاب يعني هتطبق لك انا هعلمك تعملي ايه صح هقناعك ترمي ايه لكن انا همشي في الاخر صح فانا هي الورشة بتتكلم فيها وممكن طبعا فيه حاجات بتبقى برايفت يعني انا انت فعلا النادى عايزاني اروح قوضة نومها ونشوف الوضوع ايه بقى الكرسة اللي بتحصل ايه وبعدين مع الوقت بتحس انها زي براكتس فانا بديك البركتس وبمشي بروح ابقى بالضبط انا بديك ال اه ومفيش حد محبش الموضوع ده مفيش حد محسش بتأسيوي اكيد بوسي هو في الاخر لما انا بقى قعدة في مكان متوضب ومترتب وعناية مرتاحة انا اكيد هتلاقي مخك بعد شوية برتاح بتلاقي نفسك مش قادرة بقى تستحملي ناس زيادة كركيب زيادة صباع روش بجد مش بتستعمليه هترمي بجد انت هتلاقي نفسك كده بترمي ومرتاحة اه فدي كلها حاجات احنا بنعملها كلنا بايدفولت بناها موجودة طيب انت كمان يا سارة الموضوع يعني ممكن يبقى اونلاين يعني ممكن ما بقاش قعدة قدامك اه طبعا ممكن يبقى زوم ميتنك اه لان انت بتتكلمي ايه احنا وطبعا هي فيها جزء كده يعني ممكن الشعور ده يجيلك عادي انا عايز اروى تدرك وترحي فانا بساعدك بقى نرمي ايه ايوه ولو رميناه هنحس بايه انت بتخلقك تفاصيل فيه details بنقعد نرغي فيها كتير كأنك بتلغي معه اصحابتك ايه فانا بس هي بتقولي بقى ايه موضوعها طيب ده يخلني اسألك برضو عن تفاعل الناس معاكي بقى في الورش يعني انت بتشوفي اكيد نوعيات بشر مختلف طبعا فيه ناس بتيجي علشان عايزة تفهم اصلا هو صارة بتقول ايه يعني مش مقتنعة والمفاجأة بالرجالة ايه ده؟ ان انا لقي رجالة موكمة جدا جدا دي كانت مفاجأة بالنسبالي والله انا ورشتي الاولانية حضرها رجال ومحارسين جدا انهم يفهمون ان هما بيحبوا قوي يرتبوا حاجتهم بيحبوا قوي التنظيم خلي بالك اصلا التنظيم ده بعد كده هيأثر في شغلك يعني بيأثر في كل شيء في حياتك انه بيت الاخر بتحسي انتي بتوفري وقت بس ان راجل يعني يبقى منظمة والله مش قصدي حاجة بس يعني دايما مثلا القوضة مثلا بتاعت البنات مترتبة القوضة بتاعت الولاد بيضة انا مش معاكف ده انا كان عندي اب كان منظم ويقولك انا ممكن عيش في البيته هو والنور ده ضلمة لو الكهرباء قطع تلت ايام هعرف اجيب حاجتي لا طبعا فيه رجالة منظمة جدا وفيه رجالة حريصة جدا وديه المشكلة لانما الست تبقى مش منظمة طب ده جميل جدا طب صرح انا عايزة منك نصايح سريعة كده لكل الناس اللي بيشوفونا علشان بيت خالي من الكراكيب نعمل ايه؟ نحاوس اول حاجة اللي هترمي ده مش هينقص منك حاجة طبعا بتكلم الكراكيب دي كلمة كركوبة دي كل واحد كركوبته حاجة يعني انا فيك كتاب مهمة اوي بالنسبالي ده مش كراكيب لكن بالنسبالك انتي لو قاعد ومحطوط في المكتبة ومترب وكان بتاع حد من اهلك اصلا يبقى بجد كراكيب بدي لحد يقراه يعني انتي حددي كراكيبك ايه؟ النقطة التانية برضو دي الليها دعوة بالتنظيم بقى طبعا فيه ان انا ارمي كراكيب وفيه تنظيم ما تناميش وانتي مثلا الكومودينة اللي جنبك او الترابيزة مكركبة عليها حاجات يعني مثلا تحبي تنامي جنبك ازازة مياه؟ خليها مرتبة الحاجات دي هتخليك بقولك انت عارف انت بتروائي دماغك ده تروائي دماغك فان انت تروائي المكان اللي جنبك المخات ده بتحاولي تنامي على الالوان مثلا بتحبيها يا بص دي حاجة الناس مش متخيلة انهم لو يدعوهم بعض بس اقول لها كلهم يدعوهم بعض نامي بلون بجامة انت بتحبيه يعني متلبسيش ابدا انت حاجة وانت نايمة مش عكبك مش مترتبة او مش عكبك لا مش عكبكي ما هتنكد عليك بتلخبطك كده هو يعني كده انا قلت النصيحة الاهم بقى النية بقى وفيك ركيب قوي بقى في السوشيال ميديا وديني يعني بجد والله العظيم تشيلي الناس اللي انت مش عايزة تباقيهم حد بتقري كلامه بيتضايق وانا رايي ان اللي يزعل يزعل ده برضو جزء من اللي انت بتشيلي من على قلبك حاجة انت بتحميلي هم حد زيادة وكله في الاخر time management في الاخر بيأثر جدا على وقت اليوم بتاعك صحيح فعلا انا يعني بشكرك جدا يا سارة وحقيقي موضوع الترتيب والتوديب مش بس في الحاجات المادية اللي قدامنا لكن في حياتنا وفي عقلنا وفي افكارنا وفي كل حاجة فهيأثر على كل حاجة في حياتنا فعلا انا بشكرك جدا يا سارة وما تنسوش يا جماعة بقى تحدي الخمس حاجات ارموا الخمس حاجات اللي شايفين انها ملهاش لازمة وقلولنا هي ايه واستنونا بعض الفاصل موسيقى بسم كاميرين معايكو حلقتنا ويمكن زي ما كنت بقول في الاول ان الحياة جارب وكل تجربة بندخل فيها بتعلمنا يمكن ما بنبقاش عارفين الحكمة منها ايه بس اكيد لازم نكون وثقين انه خير لانه رب الخير لا يأتي الا بالخير فاحنا النهاردة وفقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها على الابتلائات ازاي اقدر اتعامل معيها واصبر عليها ازاي واستفيد كمان منها ازاي ده اللي هنعرفه مع ضفنا اللي منورنا دكتور سيد نجم من علماء الازهر الشريف زي حضرتك اهلا وسهلا بسعد وجودك معي كل اسبوع الله ربنا يخليك زي ما كنت بقول انه موضوع الابتلائات يمكن مش كلنا بنعرف نتعامل معي فانا عايز اعرف من حضرتك ايه فكرة او ازاي اقدر اتعامل مع الابتلائات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وبعد احنا طبعا الابتلائات هتصب في حاجة بتسمى عندنا الايمان بالقدر ايمان بالقدر ركن من اركان الايمان كما جاء في حديث سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فاحنا عايزين عشان نبقى راضيين وعشان نبقى متقبلين تقلبات الحياة لان مستحيل الحياة هتمشي على وطيرة وحيدة اي حد فينا انت خدها قعدة كده الحياة متقلبة تماما وربنا سبحانه وتعالى اراد يعني ان يكون هناك الانسان مبتلى بشيء اما ده لرفعه في الدرجات لا يزال البلاء بالعبد حتى يجعله يمشي على الارض وما عليه خطيئة وكمان عشان امتحان اختبار صغير كده على قدنا ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت ايمانك ايمان صحيح وحق ولا هو مجرد كلامه بس ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون مش هنامتحنهم ونختبرهم ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولنبلو انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم فلما ربنا سبحانه وتعالى ينزل بك ابتلاء فانت تقابل هذا الابتلاء بقمة الايمان وقمة الرضا وتقول الحمد لله اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها ولذلك بقى انا عايز عشان نعيش الواقع اللي احنا عايشينه يا دكتورة نادا في حاجة احنا عايزين نقارن ما بينها اللي هو القدر اللي يريده مننا الاسلام والقدر اللي احنا عايزينه او بنرسمه احنا لنفسنا فالقدر اللي هو يريده مننا الرضا بالقدر يعني ايه اللي هو اطمئنان القلب الى اختيار الرب هم 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 ه الحمد لله على نعمة الوطن الحمد لله على نعم كتير جدا في حياتنا ربما نكون احنا مش حاسين بيها لأننا ألفناها ألفنا النعمة فده القدر الشرعي اللي هو ايه احنا بنقول اطمئنان القلب إلى اختيار الرب للعبد تعال بقى نشوف اللي هو تعريف علم النفس الإيجابي يقول لنا ايه في الموضوع ده علم النفس الإيجابي يقول لك هو ايه يعني ايه الرضا قال لك ان هو تلبية الاحتياجات اننا يكون عند احتياجات عايزة لبيها في الوقت الذي أريده بالطريقة التي أريدها طيط تعال ابقى نمسك التلاتة دول تلبية الاحتياجات كل واحد فين عنده احتياجات أنا عايز مال عايزة حجة عايز يكون عند أولاد عايز يكون عند سكن شقة جميلة ومش عارف ايه طيط ده يعني بنسميها طلبات مشروعة حقك حقك وربنا سبحانه وتعالى هيعطيك وزيادة يعني ربنا هيعطيك وزيادة يبقى دي ما فيش عليها اختلافه. یہe تلبية الاحتياجات بالطريقة التي أريدها أنا وفي الوقت الذي أريدها أنا لا 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 هنا بقى تجي الاختلافات بقى. صح. دي مش ثابتة دي ايه متغيرة. ليه دي بالطريقة التي يريدها الله تبارك وتعالى ويرداها وفي الوقت الذي يشاءه الله تبارك وتعالى ويرداه صح. انت أزاي والطريقة أزاي وإمت دي مش بتاعتك. ما هي دي الفكر? الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك لما نلاقي مثلا سيدنا يوسف عليه السلام وهو في السجن. إزاي سيدنا يوسف يخرج من هذا الابتلاء. خرج إزاي بهذا الابتلاء. برؤية رأاه الملك. فالطريقة إزاي؟ لا مش بتاعته خالص. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مهاجر من مكة إلى المدينة. وطل إلى غار ثور فوق. والمشركين بيتبعوا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وسيدنا وبكر يقول لسيدنا النبي لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا ده ما فيش ما بيننا وما بينهم حاجة. لكن ربنا سبحانه وتعالى يخلصوا من ده إزاي بطريقة حماو عن كبوت. يبقى الطريقة إزاي ما لكش دعوة إنت. إمتى ما لكش دعوة إنت. ده ربنا سبحانه وتعالى بيختر لك الخير. والله الذي لا إله إلا هو. لو إحنا خيرنا. ما بين إن إحنا نقدر لنفسنا حاجات. وإن إحنا نرضى بقضاء الله وقدره لاخترنا قضاء الله وقدره. كان سيدنا عبدالله بن مسؤولة حتى يقول جملة جميلة جدا بيحب أن أنا أقولها. بقول يوم القيامة لو خيرت أن يحاسبني الله أو يحاسبني أبواي لاخترت أن يحاسبني الله لأن الله أرحم بي من أبواي. صحيح. شوف ألغة للدرجة فين. طبعا. فإحنا عايزين نفرق ما بين لأ مش شرط يجيلك طلباتك دلوقت ومش شرط يجيلك بالطريقة اللي أنت بتحددها. لأ ممكن تجيلك بطريقة تانية وحب بيقول يا رب دلوقتي أنا عايز ألف جنيه. فربنا سبحانه وتعالى يوم يصرف عنه مرض. كان هيصرف على المرض ده مئة ألف جنيه. فيبقى رزق أم لا مش رزق. طبعا. يبقى أن احنا نرضى بقضاء الله وقدر. وبعد كده نسق تماما بأن الابتلاءات لا تأتي إلا بالبشارات. والمحن لا تأتي إلا أو المحن لا تأتي إلا بالمنح. وإحنا عندنا حاجة جميلة قوي بنقولها بنقول يعني فيه ترابط ما بين الفجر والفرج الفجر والفرج فالفجر يأتي بعد الظلام والفرج يأتي بعد الشدة وكلاهما آتم بمشاءة الله. ولكن أنت ثق في الله تبارك وتعالى هادي أول حاجة عايزين نتكلم فيها وهي حتة الرضا ونصل إلى مقام الرضا ونقعد كده نمسك سبحاتنا كده ونقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ونقولها بإحسان ويقين وفي ناس بعض الناس يقول لك harder Mhm ده فيه ورد الصبح كده 200 الحمد لله فأ tubing فأسس Leyك لله الحمد لله الحمد لله لا ربي إلا مش عايز من هذا أنا عايزة بالقلب اه بالقلب اه بالقلب لا لا تخيالك² لو حضرتك يعني عملتلي خدمة وأنا جيت أقول أشكرك 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 كفية طب خلاصذ أنا مش عايزة اسمكن صح لكن إيه أومسك سبحاتي الحمد لله على نعمة الصحة الحمد لله على نعمة الهداية حمد لله على نعمة الأولاد حمد لله على نعمة المسكن حمد لله على نعمة وطن حمد لله على نعمة أمن حمد لله على نعم كتير جدا في حياتنا كده أنت فعلا بتصل إلى مقام الرضا عن الله سبحانه وتعالى نيجي بقى في حاجة تانية عايز ألخصها كده للسادة المشاهدين وقول لهم إيه الابتلاءات اللي في حياتنا كلها بتأتي من خلال ثلاث حاجات أيوة ثلاث حاجات ويريت أن نضع هذا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي ثلاث حاجات كلنا بنبتلى بهذا الموضوع أو بنضور حول الثلاث حاجات دول يا إما ابتلاءات بيجيلك بسبب ذنوبك ومعاصيك في ذنوبه معاصي فربنا سبحانه وتعالى يبتليك بشيء معين كده عشان يخفف عنك العقوبة عشان يمحصك من ذنوبك يخلصك من معاصيك فابتلاءات بسبب الذنوب والمعاصي أو ابتلاءات بسبب حسد وسحر وشياطين أو ابتلاءات بنسميها ابتلاءات قدرية يعني ربنا سبحانه وتعالى قدرها علينا طب حل التلاتة دول إيه؟ أيوة يا دكتور أنا دعا حلهم إيه؟ لهم حلول فابتلاءات بسبب الذنوب والمعاصي فالنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على دعاء جميل يريد حضرتك وتحفظوه وتكرروه كل يوم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل يا رب أي حاجة أنا عملتها فأنا بستغفرك منها يا رب أي حاجة جاية حتى أنا أعملها يا رب أعزني منها مش عايزها يا رب حصني فده ابتلاءات بسبب الذنوب والمعاصي طب ابتلاءات بسبب الشرور والشياطين والسحر والحسد فالنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على دعاء جميل جدا حصن نفسك وأولادك به أعوذ بكلمات الله التام مات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام السلام كده لو تيجي تعمل زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أما تيجي يتنم بالليل تجمع كف فيك وتقرأ فيهما قل أعوذ برب قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وتمسح بيهما ما استطعت من جسدك تمسح ايدي الشمال كنت تمسح ما استطاعف من الجسد والايد اليمين تمسح ما استطعت إيديها من جسد ودي كانت رقية النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا الحسن والحسين تيجي بعد كده ابتلاءات قدرية ابتلاءات قدرية النبي علمنا دعاء جميل جدا نحفظه برضو اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أغتال من تحتي يبقى عندنا ثلاث ابتلاءات بتلت أداية من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بتعلمهم وانطبقهم وأنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معي وبكون سعيدة جدا بموت حضرتك معي دايما انوارتني وشرفتني وكل سنة وحضرتك طيب خلاص إحنا يعني في أيام جميلة بلستعاد العيد للعيد والمبارك كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيبين أنا هشوفكم إن شاء الله بعد العيد وأتمنى لكم كده أجازة سعيدة وعيد سعيد معكم اشتركوا في القناة